خلافات عالقة بين إسرائيل وحماس تبقي أي اتفاق للهدنة مجرد حبر على ورق فحسب وكالة بلومبرغ تصر إسرائيل على أن تفرج حماس عن بعض الأسرى الرجال في سن التجنيد ضمن المرحلة الأولى وهو ما ترفضه الحركة كما تعارض إسرائيل وفقاً لواشنطن بوست أن تتولى السلطة الفلسطينية الإشرافة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح وبدلاً من ذلك يدور الحديث عن تمثيل فلسطيني ضمن بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية عند معبر رفح إسرائيل ترفض أيضاً الانسحاب الكامل لقواتها عند محور فلادلفيا امتثالاً لبنود خطة بايدن ومطالبة مصر وبالنسبة لعودة النازحين إلى الشمال تشدد تل أبيب على ضرورة وضع آليات لمراقبة العملية لمنع مسلح حماس من العودة للمنطقة فضلاً عن اقتراح إسرائيل وجود رعاية أوروبية أمريكية مشتركة للإشراف على القطاع خلال المرحلة الانتقالية بعد الحرب وختاماً ترغب حماس في لاعب دور في تأمين المساعدات خلال المرحلة الأولى من الهدنة أما إسرائيل فتقترح تحالفاً يضم فلسطينيين ومستشارين أجانب وموظفي شركة أمن أمريكية